السلام عليكم والولايات المتحدة الأمريكية تحركت لخنق إيران بالكامل بسبب استمرار هجمات جماعة الحوثي في اليمن على المياه الإقليمية ودعم إيران المستمر لهذه العمليات وتورطها المباشر بهذه العمليات وهذا التطور الأمريكي هو يأتي ببساطة بعد هجوم ناجح نفذته جماعة الحوثي في اليمن على خليج عدن على أحد السفن الموجودة في خليج عدن وتحدثت عن تفاصيل هذا الهجوم القيادة المركزية الأمريكية والمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع بالإضافة إلى جي كابتن وعدد من المصادر الأخرى والسفينة التي نتحدث عنها هي مارلين لواندا السفينة التي تعود ملكيتها إلى برميودا والتي تعتبر هي تقع برميودا إلى شمال المحيط الأطلسي وهي عبارة عن إحدى الأقاليم التي تقع خلف البحار البريطانية والشركة التي تدير هذه السفينة التي نتحدث عنها هي ترافيوغرا السنغافورية وهذه السفينة كانت تحمل في حقيقة الأمر شحنة تجارية من المواد الكيميائية قادمة من شركة نافتا ونتحدث هنا عن خليط هايدروجيني أو خليط من الهايدروجين السائل الشديد الاشتعال الذي كانت تحمله هذه السفينة وبالتالي هذه المسألة استغلتها جماعة الحوثي في عملية الاستهداف بشكل واضح جماعة الحوثي ببساطة قامت بهذا الهجوم على مستويين في بادي الأمر في الثمانية وأربعين ساعة الماضية قاموا بإطلاق صاروخ بارستين مضاد للسفن من مناطق سيطرتهم باتجاه يو أس أس كارني المدمرة الأمريكية المتمركزة في خليج عدن ولكن طبعا بالنسبة ليو أس أس كارني تمكنت من تدمير هذا الصاروخ وبعد ست ساعات تقريبا أو أكثر بقليل جاءت السفينة التي نتحدث عنها مارلين لواندا قادمة من البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب لتدخل إلى خليج عدن وهنا جاء الهجوم من قبل جماعة الحوثي بصاروخ باليستي آخر مضاد للسفن ليحقق هذا الهجوم وليتمكن هذا الصاروخ من ضرب هذه السفينة بشكل مباشر الأمر الذي دفع المدمرة الأمريكية يو أس أس كارني أن تحاول من مساعدة هذه السفينة وطاقامها بأسرع وقت ممكن وجاءت أيضا للمساندة فرقاطة هندية وكذلك فرقاطة عسكرية أخرى فرنسية لإنقاذ هذه السفينة والانفجار كان كبير للغاية بسبب المواد الكيميائية وطبيعتها التي تحملها هذه السفينة النار اشتعلت بهذه السفينة لمدة ثمانية عشر ساعة قتال كبير ضد النيران التي اشتعلت بهذه السفينة وكانت هذه بعض الصور للنار التي اشتعلت في السفينة ولاحظ كيف أن النار لم تكن عادية أبدا وكان هناك استمرار للاشتعار رغم محاولات الإنقاذ وإطفاء هذه النيران مواد كيميائية نتحدث عن خليط الهايدروجين السائل طبعا أو خليط من الهايدروجين السائل شديد الانفجار وبعد ذلك تمكنوا من إطفاء النار والفرقاطة الهندية لعبت دورا كبيرا وطاقمها في عملية إطفاء طبعا النار في هذه السفينة كما تلاحظون وشركة ترافيوغرا التي تحدثنا عنها السنغافورية التي تدير حركة هذه السفينة بعد هذه الحادثة بدأت تعيد تقييم حركتها في البحر الأحمر وهذا ما يرشح أن هذه الشركة قد تبتعد بأي لحظة وتعلن فجأة بأنها بشكل مؤقت أو حتى إلى إشعار آخر ستنقل عملية تحركاتها من البحر الأحمر وتبدأ بالتحرك عبر رأس الرجاء الصالح وهناك تورط إيراني مباشر بحسب التوقعات الغربية والأوساط الغربية تشير بأن إيران وتحديدا هذه السفينة سفينة بهشات هي التي لعبت دورا مباشرا في استهداف مارلن لواندا التي نتحدث عنها اليوم السفينة بهشات في حقيقة الأمر هي كانت متمركزة في البحر الأحمر في بادئ الأمر مع أزمة قطاع غزة وكانت تعطي المعلومات والكثير من المعلومات الاستخبارية لجماعة الحوثي حول السفن المتحركة في هذه المنطقة في البحر الأحمر لتمكن جماعة الحوثي من تحقيق ضربات بالصواريخ البارستية المضادة للسفن الطائرات المسيرة وغيرها على انتقاء السفن بدقة عالية للغاية ولكن في العاشر من يناير وبعد مجيء الإخبارية من الولايات المتحدة الأمريكية والجانب البريطاني وحلفائهم بأنهم سيدأون بعملية عسكرية لمحاولة إضعاف القدرات الهجومية لجماعة الحوثي لكي لا تتمكن جماعة الحوثي من القيام بكل هذه العمليات في العاشر من يناير طبعا بالنسبة لبهشاد بعدما حققت الكثير من الهجمات وساعدت جماعة الحوثي في التحقيق الكثير من الهجمات الدقيقة في البحر الأحمر وأكثر الهجمات كانت في البحر الأحمر مقارنة بخليج عدن غادرت هذه المنطقة لأنها منطقة أصبحت خطيرة عليها وذهبت إلى خليج عدن لتتمركز هنا بالقرب من جيبوتي تقريبا وكذلك الصومال وبعد ذلك هنا بعد تمركزها في هذه النقطة بدأت الهجمات تزداد بشكل كبير هنا في خليج عدن مقارنة بالهجمات في البحر الأحمر وازدادت دقة جماعة الحوثي في خليج عدن بنسبة عالية للغاية مقارنة بما يجري في البحر الأحمر وكان هناك تسجيل مثيرا لهذه السفينة عندما دخلت السفينة التي نتحدث عنها الناقلة للمواد الكيميائية مارلين لواندا التي دخلت بهذا الشكل كانت سفينة بهشاد تتحرك بشكل مثير في شكل وعلى ما يبدو بأنها تراقب هذه السفينة بدقة عالية قبل عملية الاستهداف وهذا هو التسجيل القادم من المارين ترافيك كما تلاحظون وهذه السفينة سنلاحظ هنا إذا ما عدنا إليها مرة أخرى هذا هو التسجيل الخاص بهذه السفينة لنكبر الصورة قليلا مما هو مسجل ستلاحظ هنا أن مارلين لواندا هنا في مضيق باب المندب وهي تتحرك بهذا الاتجاه وتلاحظ هنا بهشاد وهي تتحرك بالاتجاه المعاكس تماما ستلاحظ فجأة بأن بهشاد تغير مسيرها وستلاحظ بأنها فجأة بدأت تأخذ هنا مع دخول مارلين لواندا ستقوم بالتحرك إلى اليمين مباشرة مع اقتراب طبعا مارلين لواندا لاحظ كيف أنها غيرت وجهتها طبعا وبدأت تتحرك باتجاه مارلين لواندا لتجميع طبعا المعلومات لهذه السفينة وليعطائها مباشرة لجماعة الحوثي والحرس الثورية الإيراني حتى لحظة أنها غيرت تحركها بالنسبة لبهشاد ستلاحظ بأنها ستغير تحركها إلى الشمال قليلا وبعد ذلك تأتي المدمرة الهندية أو الفرقاطة الهندية لتحاول مساعدة مارلين لواندا التي ضربت في هذه اللحظات التي نتحدث عنها وبالتالي أنهت المهمة بدقة عالية بالنسبة لهذه السفينة لتتمكن من تحقيق إصابة واضحة وهنا طبعا التورط هذا في أكثر من مصدر في أكثر من تصريح أمريكي بأن إيران متورطة في المعلومات الاستخبارية التي تسلمها لجماعة الحوثي ومن هم في الحرس الثورية الإيرانية الذين يقودون ويشرفون على هذه العمليات لكي يتمكنوا بدقة من إصابة هذه السفون إلا أن المصادر الآن الغربية مثل الديلي إكسبرس البريطانية وضحت بأن هناك استبعاد تام لاستهداف بهشاد لأنهم إن استهدفوا بهشاد فهذه سفينة إيرانية مهمة بالنسبة لإيران وهذا يعني بأننا سنكون أمام تصعيد خطير مع كل الظروف التي تجري في قطاع غزة وإسرائيل وحزب الله اللبناني والفصائل الموجودة في المنطقة بالتالي تم استبعاد هذه المسألة وهذا هو الذي يطرح الكثير من الأسئلة عن جدية الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا وحلفائها في العملية التي أطلقتها مباشرة ضد جماعة الحوثي بأنهم سيتمكنون من ضرب القدرات الهجومية لجماعة الحوثي جماعة الحوثي مستمرة في هجماتها رغم كل الضربات وموجات الضربات التي رأيناها تجاههم وعلى سبيل المثال ليلة يوم أمس بحسب التصريحات التي صدرت والصور القادمة من وزارة الدفاع البريطانية أوضحت أن HMS Diamond المدمرة البريطانية في البحر الأحمر هذه لقطات تصديها لأحدى الطائرات المسيرة القادمة من جماعة الحوثي في اليمن ضربتها بهذا الشكل بالتالي جماعة الحوثي لا تتوقف وهنا إن لم تضرب بهشات فإن جماعة الحوثي دائما مستمرة في هجماتها ولذلك هناك أسئلة كبيرة تطرح على الولايات المتحدة الأمريكية وطبيعة فعلية العمليات التي تقوم بها ومشكلة طبعا الجانب الأمريكي هنا بأنه استنفذ على ما يبدو الخيارات الدبلوماسية ففي اليومين الماضيين كان هناك لقاء مهما بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوفن ووانجي وزير الخارجية الصيني في بانكوك في تايلاند تحدثت عن هذه المسألة بولوتيكو وأكدت اجتماع لمدة يومين الجمعة الماضية والسبت الماضي أي يوم أمس ولم يصلوا إلى طريق الولايات المتحدة حاولت إقناع الصين أن تضغط على إيران من أجل أن تذهب إيران لتقنع جماعة الحوثي بالتوقف عن هذه الهجمات ولكن تم تأكيد بأن هذه المحادثات قد فشلت فشلا ذريعا لا بل أن الووستي جنرل أكدت بأن الصين تحدثت في حقيقة الأمر أو إيران أبلغت الصين بعد حديث الصين مع إيران حول هذه المسألة طلبوا منهم توقيف هذه الهجمات التي تقودها جماعة الحوثي وإيران قالت لي بكين طهران أبلغت بكين ببساطة بأننا لا علاقة لنا بهذه الجماعة جماعة الحوثي نحن لسنا مسؤولين عن الهجمات التي يقومون بها بالتالي الظروف أصبحت معقدة للغاية بالنسبة للعلاقة مع الصين وظروف الصين ودورها في هذه المسألة وبالتالي الظروف الدبلوماسية أصبحت صعبة مع الصين وصعبة أيضا مع الجانب الإيراني وهنا تأتي مسألة التحرك الأمريكي لخنق الجانب الإيراني بعقوبات وإجراءات جديدة قد تكون صعبة للغاية على الجانب الإيراني تحدثت عنها إيران انترناشنال تحصلت على تصريحات حصرية قادمة من مسؤولين أمريكيين ومسؤولين غربيين فتحدثت ببساطة بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حاولت قدر الإمكان العودة للاتفاقية النووية تحقيق اتفاق نووي جديد مع الجانب الإيراني ولم يلتزموا أبدا بالعقوبات التي كان يفرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران مما أدى في نهاية المطاف إلى رفع الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصين وصلت إلى نقطة معينة إلى 1.5 مليون برميل للنفط في اليوم الواحد الأمر الذي جعل إيران تكسب الكثير من الأموال بالإضافة إلى أنهم رفعوا القيود من الأموال المحجوزة الأموال الخاصة بإيران وتابعة لإيران المحجوزة في العراق وفي كوريا الجنوبية ونتحدث هنا عن 16 مليار دولار تم توفيرها لإيران من قبل أو من هذه الأموال من أجل طبعا تخفيض تخصيب اليورانيوم كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية ومن أن تذهب إيران لإقناع الفصائل المسلحة المقربة منها إن كانوا في العراق أو غيرها من المناطق بأن يتوقفوا عن عملياتهم وهجماتهم ضدهم ولكن إيران لم تخفف تخصيب اليورانيوم العالي بنسبة 60% وكذلك لم تقنع هذه الفصائل بأي شكل من الإشكال أو تطلب منها أو تلعب دورا على الأقل للتخفيف من الهجمات والهجمات متصاعدة من هذه الفصائل وجماعة الحوثي ويعتبر مثالا كبيرا وصعبا هو الذي جعل الولايات المتحدة أن تفكر بأن عليها أن تجد إجراءات جديدة لا بل إنما هو مثير أن ما كشف في الفترة الأخيرة بأن جانب الأمريكي أبلغ إيران قبل أسبوع بالهجمات التي يخطط لها أو تخطط لها تنظيم داعش الإرهابي في كرمان والهجوم رغم أن تم التبليغ قبل أسبوع إلا أن السلطات الإيرانية لم تأخذ الأمر بمحمل الجدية وجرى الانفجار وقتل مئة إيراني عند الطريق القريب من ظريحي الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني وكذلك كان هناك كثير من الجرحة وإيران لم تقل شكرا للولايات المتحدة الأمريكية من هذه المعلومة لا أبدا بل إنهم تأمروا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأنهم خلف هذه العملية وبأنهم هم من أوجدوا تنظيم داعش الإرهابي وبالتالي وليات المتحدة الأمريكية مع فقدانها الحلول الدبلوماسية مع الصين استمرار الضغط الأمر أصبح في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن وصلت ببساطة الولايات المتحدة الآن للتفكير بحسب ما نتحدث عنه من مصدر وهو إيران انترناشنال بأنهم بدأوا يدرسون إعادة إيران إلى العقوبات والوضع الذي كان عليه مع إيران قبل عام 2015 أي قبل تحقيق أي اتفاق نووي مع الجانب الإيراني وهذا يعني ببساطة العقوبات لن تكون قادمة فقط من الولايات المتحدة الأمريكية لا أبدا بل إن بريطانيا وكذلك دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ستكون مشتركة بهذه العقوبات ويعني بأن إيران ستجد مشكلة ليس في الدولار الأمريكي فقط وإنما كذلك باليورو وكذلك في الجنيئ الاسترليني وأيضا أن ستكون هناك عقوبات على الطرف الثالث أي بنك من الطرف الثالث من البنوك الموجودة من دول أخرى ستكون أيضا غير قادرة على التعامل مع إيران بعد ذلك وهذا يعني ببساطة ضغطها للغاية سيعني بأن هناك انفجارا قادما في الداخل الإيراني من تظاهرات بسبب الظروف الصعبة للغاية التي ستعانيها إيران من هذه العقوبات التي تفكر بها الولايات المتحدة الأمريكية ولا بد من الانتباه بأننا أمام انتخابات قادمة في الداخل الإيراني مجلس خبراء إيران واحدة من أهم الانتخابات على الإطلاق ستكون في مارس من هذا العام بالتالي العقوبات حتى ذلك الحين ستؤدي إلى مشكلة بعدم المشاركة في هذه الانتخابات أيضا وبالتالي يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية كما تتحدث إيران ستحقق شيئا خطيرا هنا قد يكون حتى أقوى من العقوبات التي كانت تفرض على إيران في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبدأت أطرافي الداخل اليمني تستغل هذه المسألة تماما وهو رشاد العليمي وهذا الرجل ببساطة هو رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني هذا الرجل هو قال عليكم الآن بدعمنا بالسلاح ودعمنا بقوة كبيرة جدا إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو السعودية وغيرها وهذا الرجل طبعا هو تابع للحكومة الشرعية اليمنية بدأوا باستغلال هذه الظروف وقالوا بأن الضربات الأمريكية والبريطانية لم تخفف أبدا ولن تفعل شيئا لقدرات جماعة الحوثي عليكم بدعمنا وسنقوم بالعمل المطلوب ونحن من سيقوم بإضعاف قدرات جماعة الحوثي الهجومية وغيرها ويجب أن ننتبه أن الحكومة الشرعية هنا باللون الأحمر تمتلك سيطرة واضحة جدا هنا المجلس الانتقالية الجنوبي باللون الأزرق كما تلاحظون الحكومة الشرعية اليمنية إن ما تم دعمها ويتم دعمها بشكل مباشر فهذا يعني بأنها قد تندفع مباشرة إلى صنعاء تهدد جماعة الحوثي بشكل كبير تفتح عليها جبهة واسعة وكذلك لديهم سيطرة هنا في مضيق باب المندب ولديهم سيطرة أيضا هنا بهذا الاتجاه باتجاه حجة يعني أيضا هم يهددون السواحل الموجودة بهذه المنطقة بالتالي الحكومة الشرعية الآن بدأت تستغل هذا الموقف مما يرشح أن الأمور قد تتصاعد بشكل خطير في اليمن في ظل أن الحرب في قطاع غزة أيضا لا تعرف طريقا للتوقف مستمرة ويبدو بأنها متجهة إلى هدنة لشهر أو لشهرين مع صعوبة في التقدم الإسرائيلي مع قتال كبير ومقاومة كبيرة من الفصائل الفلسطينية تحديدا في خان يونس وتحدثت الوال ستريت جورنل أيضا بأن 80% من الأنفاق في خان يونس لا زالت سليمة وحتى مضخات المياه لم تفعل الكثير من الضرر أو لم تحقق الكثير من الضرر لهذه الأنفاق إن كانت في الجنوب أو إن كانت حتى في شمال قطاع غزة اشتركوا في القناة